الآن نرحب بضيفنا من رمالة اللواء محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أهلا بحددك معنا سيادة اللواء في أزمة رفح الأنية السيناريو الأول أن يعدل نتنياهو عن قراره ولنرى إلى أين نحن ذاهبون السيناريو الثاني أن يستمر في مخططه نشهد مجزرة جديدة تشتعل المنطقة على أكثر من جبهة هل هناك سيناريو الثالث في البداية؟ تحية لك أستاذ محمد ولكافة المشاهدين دعنا نذكرهم بأننا اليوم بالمئة وتسعة وعشرين بالمئة وتسعة وعشرين للعدوان على الشعب الفلسطيني وارتكبت عديد من المجازر طوال هذه الفترة ومجازر سبقة هذه الفترة مجازر حتى من الثمانية واربعين حتى الآن ولكن ما يتعرض لدى شعبنا اليوم خاصة في قطاع غزة هذه المتظرة مقتلة ضمارية يعني كوارث غير عادية حينما تتحدث عن رفع تتحدث عن رفع هذه الكتلة بشرية متحركة الناس يدسون على أقدام بعضهم البعض في الشوارع نتيجة الإزدحام يعني مليون واربعمائة ألف حسب حصائية الأمم المتحدة في 62 كيلو متر مربع بمعنى أكثر من 25 أو 26 ألف لكل كيلو متر فبالتالي كل متر يكون هناك 26 شخص هذا الإزدحام الغير عادي قد يكون يعني عبارة عن مقتل إذا ما تقدمت قوات الاحتلال بزرفاتها ودباباتها علما أنه رفع تتعرض للقصف والأحزم النارية وبالأمس كانت كمان مجازر في رفع يعني أكثر من 100 شهيد وأكثر من 250 جريح وهناك تحت الأنقاض حتى الأمن لم يصلوا لكل شيء وبالتالي نتيجة عملية متهورة قد تحت عنوان الإفراج عن رهينتين لا نقلل من هذه العملية بقدر ما نراها بالمنحة الآخر أنه تنقذ 2 وتقتل 100 وتجرح 250 وتدمر بيوت والعملية عليها على الاستفام العلاقة في ببنى والمبنى في الطابق الثاني وهذا ليس آليات عمل مقامة خاصة حماس أو الجهاد يعني بالرغم من ذلك نحن نتحدث عن عملية قد تحدث وقد لا تحدث أحد العوامل المعيقة لذلك يعني الموقف الدولي الرافض الجميع باستثناء المتحدة الأمريكي التي أعطت بما يشبه الدول الأخضر حتى لا نبالك كثيرا وحتى وضع التحفظات وطلبته أن يكون لديه خطة موثوقة ومحددة تحمي المدنيين ووعدهم أن يلتزم بالقانون الدولي وكأنه كان ملتزما بـ 129 يوم الجانب الثاني محكمة العدل الذي ينتظر الجميع منها بعد عشرة أيام تستلم تقرير من جيش الاحتلال يتحدث عن مدى التزامهم بقرارات المحكمة التي صدرت في 2021 وإمكانياتها أن تأخذ قرار سريعا الجانب الثالث وأنا أعتقد أن الموقف المصري الرافد وما زال متمسك بموقفه بضد أن تقدم في المنطقة رفح وهدد بتعليق اتفاقيات كام ديفيد وأنا أعتقد أن الموقف المصري لديه حضور قوي خاصة إذا دعم عربيا وإسلاميا وينتقل إلى حالة الفعل الميداني والجانب الرابع والأخير وهو أيضا يؤثر على قرار المعركة أعتقد المجتمع الصهيوني من الداخل وتخوفاتهم على أبنائهم الأسرة بالرغم من قروج اثنان بالأمس منهم لكن ما تنسى أنه فيه 134 وأسير باقيين فيه منهم حوالي 8 في حالة خطر واثنين قتلوا قبل يومين وبالتالي أنا أعتقد المقاطر عالي جدا من دخول نتنياهو لكن أين سيذهب السكان الذي وعد أيضا بتأمينهم هل سيذهبوا باتجاه الغرب؟ هذه عن البحر لأنه أي عملية عسكرية يجب أن تكون من الشمال والشرق لأن تكون من الجنوب وبالغرب هناك فيه بحر وبالشمال بالتحديد يعني شمال رفح هناك منطقة خنيوليس ما ذالت العمليات متعثرة أكثر من 60 يوم ولم يتقدم كثيرا بالرغم من الضحايا والخسارة الإنسانية التي نعاني منها لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة وبالأمس تعرض إلى كمين هائل لا أحد يعرف أبعاده ومداياته وتأثيره وعدد قتلاهم في هذه المكان بس قد تفصح أن الأيام القادمة من خلال فيديوهات تصدر عن المقاومة الأهم في ذلك أنه إذا حاول أن يعيد الناس إلى منطقة الشمال وهو يرفض إعادتهم إلى الشمال بالعكس هذا يريح الفصائل لأنه يريح الفصائل لكن متعب ومرق للمواطن كما قلنا على شاشتك الكريمة لكن يبدو يدفع بالمواطن نحو دير البلح المنطقة الوسطى ومنطقة المواصي سيكون الأوضاع الصعب جدا جدا لذلك التحرك السريع يجب وقف ذلك المقتل أو العملية الذي يفعلها نتنيا من أجل البقاء في السلطة ممكن هناك في نقطة ضوء يعني اللقاء غدا الذي بين فريق باريس الأربعة مصر وقطر والتحدي ودولة الاحتلال لمناقشة تبادل الأسرة والهدن المؤقتة التي ستكون مستدامة فيما بعد إذا ما حصل تطور في هذا العنوان إيجابي ودوروا الزوايا وجدوا قواسم مشتركة أو رجم الفجوات الموجودة بين الورقتين تعد دولة الاحتلال والفصال الفلسطينية أعتقد قد يبنع هذا الأمر يعني دخول عملية واسعة علما أن نتنياهو يحتاجها لاستدامة المعركة أو حتى للتأثير على المفاوضات من جانب ثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر